تاح السبان لمواجهة منتخب لزوتو في طار الجولة السادسة من تصفية كاسيوم من إفريقيا 2017 بالغابون المبرمجة يوم الرابع سبتمبر من الشهر الدخل بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدا وفي أول قائمة يعدها المدرب الجديد للمنتخب الوطني ميلوفان رافييتس أفرج التقني السربي صباحة هذا الأربعاء عن قائمة تضم 26 لعباً للمشاركة في التربص التحذيري الذي سينطلق يوم التاسع والعشرين من شهر أوت الجاري إلى غاية السادس من شهر سبتمبر بمركز سيدي موسا القائمة عرفت الاستدعاء رسم الأول للاعب نادي أرسنال الإنجليزي إسماعيل بن نصر فضلاً عن لعب شبيبة القبائل هواري فرحاني والجديد الذي عرفته القائمة أيضاً هو إعادة المدافع ياسين كادامورو الغائب منذ مونديال البرازيلة ومهدي طهارت الذي سبق للناخب الوطن السابق للخوض كريسون جوركوف أن وجه له الدعوة قبل مواجهة تانزانيا فيما احتفظ القائد الجديد لسفينة المحاربين على نفس العناصر المشاركة في التربصات السابقة وجاءت القائمة على النحو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر